اشتركوا في القناة بهذه المناسبة اشاد سعادة الدكتور محمد بن بارك بن دينة وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص للشؤون المناخ باستمرار المبادرات التي ترسخ تقدم المرأة في مملكة البحرين واشار سعادة وزير النفط والبيئة الى ان ما حققته المرأة في قطاع النفط والغاز والطاقة شكل قصة نجاح تجسد ما تتميز به من روح المثابرة وصفات الكفاءة والابداع وهو ما اهلها لان تكون شريكا فاعلا ومؤثرا فيما وصل اليه القطاع من تطور ونماء من جانبها اكدت السيدة مرام الحماد رئيس لجنة المرأة في الصناعة وادارة الاصول بالجمعية الخليجية للصيانة والاعتمادية ان فعالية المرأة في الصناعة وادارة الاصول تهدف الى تعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين وتمكين الجيل القادم من القيادات النسائية في الصناعات واسواق العمل حيث شهدت مشاركة اكثر من 300 من القيادات النسائية وتضمنت عددا من المتحدثين البارزين وجلسات حوارية حول الادوار القيادية للمرأة بالاضافة لتكريم الفائزات بجائزة المحترفات الناشئات وجائزة المرأة للتميز والانجاز وجائزة تمكين المرأة اشتركوا في القناة